ويلا مع بعض نتعلم طريقة عمل هذا الخروف الكيوت كمجسم لكيكة عيد الأضحى مجسم رح أعمل معكم بدون أي أدوات احترافية وبخطوات بسيطة بتطبعوا صورة الخروف اللي انتوا بتحبوها أنا عجبتني هاي الصورة وبعدين جبت ورقة زبدة وعم بنقل كل تفاصيل الصورة على ورقة الزبدة بالألم الرصاص طبعا عجينة سكر باللون الأبيض طبعا هي العجينة الخاصة بالمجسمات رح أفردها زي ما انتوا شايفين وبعدين رح أجيب ورقة الزبدة وأنقل كل التفاصيل الخارجية للخروف إني أعلم بالألم لحتى تعطيني بس العلامة هنا المرصاص أبدا ما هيجي على عجينة السكر رح أعمل الآن على تفريغ الجسم أنا رح أاخد فقط الحدود الخارجية للخروف بشكل عام وبعدين رح أقص الوجه زي ما انتوا شايفين ورح أجيب عجينة سكر ألونها باللون الجلد وبعدين رح أفرغها بالطريقة اللي انتوا شايفينها بحاول بأصبعي باستخدام دهون نباتي أعمل شكلها إنسيابي من الخارج الآن رح أجيب ورقة الزبدة مرة تانية وأحطها لحتى أشوف وين بدي ألزق الوجه زي ما انتوا شايفين طبعا ورقة الزبدة هنا ساعدتني أني أعرف بالضبط مكان الوجه وين رح يكون الآن رح أجيب عجينة سكر رح ألونها باللون الكراميل رح أعمل ثلاث درجات من هذا اللون لحتى تكون في عندي للأقدام وللقدم من الأسفل وفي نفس الوقت للدنين رح أقطع أربع دوائر زي ما انتوا شايفين تنتين لون كرامل غامئ وتنتين فاتح شوي ورح ألزق كل واحدة غامئة مع فاتحة زي ما انتوا شايفين لحتى لما أتنيها بالطريقة اللي عملتها بالفيديو تعطيني شكل دان الخروف بعدين رح أعمل الأقدام بهاي الطريقة وبالنسبة للقدم من الأسفل رح تكون بلون الكراميل الغامئ هون رح أضيف شوي من اللاصق الغذائي ودخل اللون الغامئ من تحت وبهاي الأداء أو حتى بسكينة بتقدروا بتعملوا شكله من تحت طبعا عملت الأربع أقدام بنفس الطريقة باستخدام اللاصق الغذائي واستخدام الأعواد الخشبية الصغيرة رح ألزق الأقدام بهاي الشكل اللي انتوا شايفينه طبعا الآن رح تيجي طبقة ثانية اللي هي في عندي في الأول الصوف اللي فوق راس وشعراته من فوق رح أقصها بنفس الطريقة اللي قصيت فيها الوجه وبعدين رح ألزقها باستخدام اللاصق الغذائي وبعدين رح أعمل الصوف اللي تحت الرعبة اللي هو رح يغطيلي بالضبط وينما كان الأقدام اللي انتوا شايفينها هيك شوي شوي بلش يكتمل شكله للخروف هنا باستخدام دهن نباتي وباستخدام هاي الأداة أو حتى بتقدروا تستخدموا أداة الصوف رح أعمل على تحديد الأماكن اللي حوالين الوجهة واللي حوالين الأقدام لحتى تعطيني شوي شكل ثريدي للمجسم طبعا عندي الصوف كمان اللي على الجوانب رح أعمله وبالنسبة للعيون رح أاخد شكل أو حجم العين عن طريق طبعا عجينة سكر باللون الأسود ورح أحاول أكورها وحطها على الصورة لتعطيني نفس الحجم ورح أعمل فتحات بهاي الأداة أو حتى بأصبعي ورح أدخل الكرات الصغيرة من عجينة السكر اللي باللون الأسود ورح أعمل التوم باللون البينك ورح أحاول بأصبعي إني أملسه لمعت العيون بلون الجل الأبيض وبعدين حطيت وردي لخدود بلون مش مشي وعملت اللوفيونكا خضرة لحتى تعطي شكل كتير حلو طبعا هذا المجسم ممكن أحطه على وجه الكيكة من فوق أو أحطه واقف ووقوف على الكيكة زي ما أنتوا شايفين بيطلع شكل الكيكة كتير كتير حلو إن شاء الله الفيديو يكون أعجبكم وشكرا على المشاهدة